المتابعين ضيف حلقة الليلة من حوار في اي بي جوهر عشقه للمسرح وشغافه به مسألة وجودية وتأكيد على وجوده في المكان والزمان واللحظة الراهنة خمسون عاما وهو يتصبب عرقا على خشبتي القبان والحمراء عرق جبينه امتزج بطلاء الجدران وقماش الستائر والمقاعد والكواليس رحلة طويلة من العطاء المسرحي نال فيها الإجماع بأنه قيمة كبرى لأي عرض أو عمل يشارك فيه هو سيد المونودراما حيث اتخذ لنفسه ركنا لا يكاد ينافسه فيه أحد هو أحد أبرز أعمدة المسرح في سوريا والعالم العربي المؤلف والممثل والمخرج زيناتي قدسي نورتني أهلا وسهلا فيه انتحيات يا دكتور يامن لحضرتك لسوريانا المحطة اللي بحبها وبستمع إليها دائما نحن بنحبك أول مرة عبر هو السوريانا أو هذا بشرفني شرف لألنا أستاذي مستمعين أول ما كنتوا عم تسمعونا عبر الفيسبوك لايف ستريمينج أيضا عبر اليوتيوب وحتى كل صفحات سوريانا تحب حييكم حلقة VIP إن شاء الله اليوم مع ضيفي الأستاذ زيناتي يعني قرابة خمسين عام ولا تزال تغرد خارج السرب بتندم؟ لا طبعا أكيد لا ما بندم أبدا لي بدي أندم مركبت الموجة وما بعتبر أنه يعني عملنا بالمسرح أو بالفن يعني موجة طالما في حياة وطالما في قضايا عربية فرح نظل نشتغل لكن الفن في موضة في موجة في دارج كان حضرتك مو بس مسرح أنت تلفزيون إذاعة وحتى مسرح عم حكي فن بشكل عام أنا بالنسبة لي خارج هاي الكل هاي الموجات وخارج كل هاي المعايير لقبت بغول المسرح وفنان المونودراما الأول في منافس لحضرتك؟ بالمونودراما؟ محليا؟ حلا؟ لا لم أعرف أن هناك منافس لا بسوريا ولا بالعالم العربي ليس من باب أنه أنا شائف حالي لا أكيد لا لكن في تقييمات وفي شي عم ينشاف يعني حقيقة ما حدث أن أحداً تحدثوا باللغة العربية تجاوز تجربة المونودراما يعني اللي شغلتها أنا وأخي ممدوح وأنا ما زال مستمر فيها إلى الآن لم تتجاوز هذه التجربة في تجارب مونودراما في عالمنا العربي لطيفة وجميلة ولكن هي تجربة واحدة والتجربة الواحدة أو التنتين لا تكفي ما فينا نعملهم مقياس نعم في لقب بدغضغ هيك الآن تبع زيناتي قدسية في لقب عطاك حقك؟ لا لأنها هي أولاً أنا لا أحب هذه الألقاب هم هيك بيقولوا أنا ما في يعني أنا ما بلقي بنفسي بحب الناس تقولوا أنه زيناتي بعده بشتغل في المسرح وبعده بشتغل بصديق بس مش أكتر من هيك يعني رغم عملك بالسينما وبالتلفزيون إلا أنه المسرح ليزال المكان الأسمى بالنسبة لحضرتك لا تزال تتنفس المسرح شو صدر؟ هو يعني في بدايات التجربة أنا يعني ما كان خاطر على بالي أن أنا أعمل مسرح على الإطلاق أنا كنت يعني في وقت مبكر من عمري مسؤول هيك في أحد أنديات الشباب الاجتماعية بالأردن وكنت مسؤول عن المكتب الفني فيه اللي كان شاغلني هو النحت والرسم الواقع وكان في عنا يعني شباب بيعملوا مسرح فكانوا بيلجأوا لأعملهم مناظر مسرحية كانوا بيسموا الديكورات في ذلك الوقت مناظر مسرحية مو بس عنا بالعالم كله طبعا فكنت أعمل لهم هيك إلى أن حدثت حرب سبعة وستين بحرب السبعة وستين نعم كنا ننام بالأغب الأقبية وننام بالسبب الحرب بدون شك من القذائف الإسرائيلي اللي كانت تسقط على مدينة إربد وبعد أن انتهت الحرب وطبعا هي ما طولت كتير دعاني أحد المخرجين لأن يعني أشارك معهم في العرض المسرحي أنا طبعا تمنعت للوهل الأولى أنه أنا ما عندي استغربت الوضع؟ استغربت وبعدين اشتغلت وبدت السوسي من ذلك الوقت بدي أقول الدكتور أنه أنا يعني ما كان في عندي أي هاجس باتجاه المسرح بالمطلق اللي جابني على المسرح حرب السبعة وستين أدخلتني الحرب إلى هذا المكان واكتشفت لاحقا أنه أنا فايت على حرب طلعت من حرب دخلت إلى حرب أخرى بدون شك وما تزال هذه الحرب قائمة إلى الآن بعد مرور 51-52 عام تقريبا عمر الطويل إن شاء الله بوقت شهد المسرح والحركة المسرحية هجرة ونزوح للفنانين للتلفزيون وللدراما سرقتهم الدراما نوعا ما والسبب كان غالبا المادي لا تزال صامد طبعا لأنه احنا بدأ التلفزيون عنا يعني منذ الستينيات لكن الموجة لما التسعت يعني بالثمانينات نعم بدأوا الممثلين يروحوا مباشرة باتجاه التلفزيون أنا وبعض الزملاء يعني تمسكنا بالتجربة يمكن كنا غلطانين أو ما بعرف إذا كنا على حق أو لا ما بعرف يمكن التجربة تقول أنه احنا كنا غلطانين وانا سأوافق على ذلك احنا تمسكنا بتجربة المسرح واعتبرنا أنه يعني خروجنا منه وذهابنا للتلفزيون يعني هذا نوع من أنواع الخياني لقضية ما أنت بتشتغل فيها يعني وبالتالي أنا تأخرت في الدخول للتلفزيون من من هذا الباب من إيماني بأنه المسرح يعني هو أهم ويمكن كان الوضع الاقتصادي في ذلك الوقت يعني بالثمانينات وبالسبعينيات كانت الرواتب قليلة جدا يعني تتذكر كان ثلاثمائة وخمسين ليرا الراتب وكنا نعيش بهذا الراتب ونأكل ونشرب ورعب لودان ويعني كانت الحياة شوي هيك يعني بسيطة أكتر شوي وبالتالي راح يعني التلفزيون اتسعى المجاله أكتر ودخلنا في هذا الإطار يعني لكن بالمقدار اللي يعني بيضمن لي أنا على الأقل أنه أضلي على خشبة المسرح ما يحرمني من المسرح حضرتك اليوم مع هذا هذا التصنيف أذبنا نسميه نجم تلفزيون ونجم مسرح في هيك شيء هو كان الساعد يعني أنه المسرح هو الذي يخلق النجوم لأنه هو الذي بدأ يعني قبل تجربة التلفزيون وتعرفنا على نجوم كبار يعني وأسماء وقامات يعني من المسرح مش بس عنا الدكتور لا حتى في آآ بأمريكا وأوروبا كل هؤلاء النجوم الكبار اللي شاهدناهم بالسينما هذولا كانوا بالمسرح وتخرجوا من المسرح فبالتالي يعني آآ حجة أنه المسرح ما بيطالع نجوم آآ نجوم بالمعنى اللي هم بيقصدوا طبعا لا الحقيقة أنه يعني حجة واهية لا المسرح بيطالع مشاهير كبار وطالع كل هاي الأسماء والتلفزيون على اعتبار أنه بدخل كل بيت ومشاهدين وأكتر فهو بيعمل شهرة أوسع من مسألة المسرح ولكن هذا ما بيمنع عنده المسرح له مشاهيره وله رجاله وله ومعروفين في العالم العربي ومعششين بذاكرة الناس نعم اليوم مقل بأعمالك التلفزيوني والدراما تطلب قليل يعني أغلب المنتجين بيقولوا أنه ما بيشتغل إلا بالمسرح فما بيستدعوك بيزعجك بدايئك هده الشيء آه بدايئي طبعا لأنه حضرتك تفضلت يعني كلمة جوهرية هاي أنا لا أطلب من أنا يعني مستنكف عن العمل بالتلفزيون حابدا على لا أزال بعافيته وبصحتي وعم تقدم مسرح طبعا وعم نقدم مسرح والمسرح بدي جهود طبعا وبالتالي يعني بصفن أحيانا بقول لحالي يعني ليه مثلا ما عم يطلبوني يعني شو هالحج هاي الغريب العجيب انه بيشتغل في المسرح شو يعني وبعدين وين الفرق يعني بين اللي بيشتغل في المسرح ما هاي طلابنا بتخرجوا من المعهد مسرح مش تلفزيون ولا سينما وعم يروحوا وبروحوا على التلفزيون مباشرة يعني وبيجوا حتى على المسرح يعني منهم هلا عندي مجموعة من الشباب اللي تخرجوا ورح تشاهدهم حاضرتك بالعرض بالمسرح يجايد ايه يقدم شعلا اه طبعا طبعا وبالتالي اه لا مش هنكون صادق مع حاضرتك ومع نفسي لا انا بدايق من هاي الموضوع كتير بدايق من هاي الموضوع لانه احنا محتاجين لكل فنانينا عنا فنانين قامات مهمة جدا اه ولها بصمات في تجاربها الفنية ما بصير يكونوا مصطلعدين الكلمة للمنتج ولا للمخرج يعني مسئولية مين هاي ده مسئولية المخرج والمنتج اكيد اكيد طبعا اكيد يعني وما بعرف جوز فيه شي لعلاقة بتحدثوا فيه طبعا بالاوساط اسم بياع او فنان كتير بياع هلا اسم بياع ممكن طبعا ممكن وهذا الامر طبيعي جدا يعني فيه شي اسمه نجم وبيع بس هذا النجم البيع ما عم بيعمل منودراما تلفزيونية ثلاثين حلقة في مية وخمسين ممثل فيجب ان تجد عملا لكل هؤلاء متكامل طبعا يعني انت بعمر ما محدد انت لا تبحث عن فرصة لا اليك كممثل لانك انت خلص انشغل عليك واصبحت منجزا كفنان انت محتاج ان تكون حاضرا في هذا العمل او ذاك مشان تاكل لقمتك بشرف وكرامي طب لما انت بتهمل هذا الفنان وهذا 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 تحت كتير من الحجج والشعارات الواهي كيف يمكن ان يعيشوا هؤلاء والنقابي لا تسأل في هذا الموضوع بعيدك للبعد اه بعيدك للبعد حضرتك نقابي من سنوات من اكتر من 30 سنة او 40 سنة تقريبا تقريبا ولا ازال عضون في نقابة الفنانين يعني لم اتقاعد شو صفة او ميزة انك تكون نقابي يعني شو بيستفيد الواحد اكتر يعني هو ان يعني ادخل في نقابة الفنانين واكون عضون فيها لانه حتى عضوية شرف ولا لا لا عضوية عضوية في السبعينات كانت نقابة الفنانين تستقبل الفنانين العرب العرب والجنسيات المختلفة نعم طبعا هلأ لا لانه هلالفكرة هلأ لا طبعا لانه كانت النقابة في ذلك الوقت يعني امين سر النقابة الاستاذ فيصل الياسر عراقي سوريا شغلي غريب عجيب والناس اه يعني الناس يبدو ذاكرتها شوي يعني مثقوبة لا تأخذني ما بعرف مثقوبة او غير مثقوبة سوريا استفناء في العالم في العالم كله اول حكومة دكتور يامن اول حكومة شكلت في سوريا في دمشق كانوا وزراءها كل وزير من دولة عربية كل وزير من دولة عربية لبناني وفلسطيني واردني وعراقي وما بعرف ومغرق سوريا بلد عظيم ويعني الو هيك شي فظيع الناس يعني ما بعرف فانا اردني كما تعلم يعني جنسيتي اردنية طبعا لكن انا انتمائي انتمائي للبلد اللي انا بعيش فيه وما كان فيه اي خلل بان يكون فيه اردني وعراقي ولبناني وان استقبلهم يجوا اعضاء عنا ولا ازال عضوا فيها نقابة الفنانين لكن اذا بدك تقول يعني ما الذي استفدته من كونك عضوا فيه ما استفدت شي على المستوى الشخصي طبعا لكن اعتز باني انا عضو في نقابة الفنانين في سوريا اعتز بذلك لان هاي نقابة حققت حضور عربي متميز جدا بصرف النظر عن المشاكل التي نعانيها في السنوات الاخيرة هذا لا علاقة له بالنقابة ككيان في الجمهورية العربية السورية بلد النقابات ولذلك ينبغي على الفنان ان يندغم بهذا العمل الشعبي وانحنا نشطل للشعب وبالتالي لازم نكون بنقابة قبل ما انتقل لذكرياتك ومحطط بحياتك استاذي يعني بتقول ان ظلمت؟ على اي صعيد؟ صعيد التلفزيون والانتاج وطلبك نعم مظلوم ولكنني لا اعلى عن هذه المظلومية لا اصرح بهذه المظلومية هلا بقول لحضرتك انه نعم انا ظلمت ولا ازال لكن انا لا اصرح بذلك لانه كرامتي لا تسمح بان اتظلم لاحد نبدأ بابا ولا يمكن اطلب شيء لنفسي من احد حتى لو يعني بيخياره بنادورا على العربي اما ان اطلب ادق باب احد مستحيل هاي انا صار عندي خمسين عام في سوريا حضرتك اعلامي مطل ومطلع واستقصائي حتى كمان اسأل كل الدوائر الدولي هل طلب الزينات قدسي شيء لنفسي في هذه الخمسين عام؟ على الاطلاق انا لا ازال اسكن في بيت بالاجرة نعم عندي بيت صغير في دمشق وبيتي بحمص الاساسي باجي على هذا البيت الصغير حين يكون لدي عمل بالمسرح او بالتلفزيون ولم اطلب شيئا من احد على الاطلاق ولن اطلب شيئا من احد لنفسي ممكن كنت طلبت شيء للاخرين باعتبار علاقاتي طيبة جدا مع كل الوسط اللي بنعيش فيه يعني اما لنفسي لها طبعا اكيد لا خليني يبلش بذكرياتك ان شاء الله بتكون وصل الصوت ووصل المسجر يمكن برسم المعنيين يعني انا بزعا لما اشوف قامة وقيمة فنية بمسرح او بالفن بشكل عام وما بنشوفها تلفزيون صراحة يعني انا بشوف انه ما ضروري نكبر مثلا فنان لنعطيه دور اب او جد او او الى اخره وفي عندنا قامات موجودة قاعدة بالبيت يعني هذا من موليد لنا الاردن او فلسطين لا لا في انا من موليد فلسطين حيابة 48 اجزم اه من قرية اجزم هي تبعد عن حيفة حوالي 28 كيلو او 27 كيلو متر تقريبا نعم وانا بتذكر كما قالت لي الوالدي رحمه الله رحمة الله عليها روت لي كيف كانوا طالعين يعني في ذلك الوقت وانا كنت باللفة عمره 3 شهور نعم شرحت لي وصفت ما كان يجري وهم يطالعين طبعا يعني تحت القصف هذا الحكي بالتمنى تسعة واربعين بثمانة واربعين بثمانة واربعين بثمانة واربعين اجيت ع الشام بالواحد وسبعين تقريبا بالواحد وسبعين صحيح شاب بمختبل العمر شو بتتذكه شو قولك ذكريات باول ما بلشت هون يعني وين رحت دراستك وين دراست وين شو عملت اول شي انا كنت بالاردن العفو وكنت كان عندي دراسة في معهد الثقافي والفنون بعمان وهذا المعهد بدرس نحته بدرس فنون تشكيلية وله ارتباطات بالمانيا الغربية كانت لا تزال المانيا ألمانية أربية الشرقية وينبغي انه قدم المشروع الاخير في برلين الغربية طبعا قدمت المشروع ورفض المشروع وطردت من ألمانيا طردت من برلين نعم بسبب المشروع؟ اه بسبب المشروع لأنه كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحمه الله كان يعني ميت مبكرا في قيلول السبعين نعم وأنا ومعظم الشباب طبعا يعني كنا كتير هيك يعني من اعتزينا بحالنا يعني لما كان يدعو الرئيس عبد الناصر القومي العربي وارفع رأسك يا أخي وكذا يعني فبالتالي موت عبد الناصر هذا المباغة كسر فينا شيء من الداخل ما بعرف شو اللي اشتاحني في ذلك الوقت وأنا في برلين فرسمت المشروع وكان حتى في أحداث أيلول بعمان نعم كانت المجلات بتصور عمان وهي تحترق أنا رسمت هيك يعني إضاءة وجمال عبد الناصر هيك بعيد يعني شموع وما شموع فاعتبروني إرهابي أنا يعني بهذاك الوقت بهذاك الوقت من جماعة جمال عبد الناصر وبالتالي خونوك فرافضوا المشروع وطردوني من ألمانيا نعم فاخترت أنا سوريا كنت مخير يعني تير بين سوريا وباقي الدول بكل الدول فقلت لأبي أنا سأذهب إلى دمشق قال لي قلت له دمشق هناك سأجد نفسي ونعم أنا في دمشق وجدت نفسي صح مظبوط طبعا أول ما دخلت على دمشق يعني لك أنت تخيل أول شخصية تعرفت عليها ممدوع عدوان الله يرحمه الله يرحمه في مجلة جيش الشعب حأحكي عنه ملف كامل ملفات بدون ممدوع في حدا سألني من أين تأتي بالفصحة كلها يعني هذا اللسان الفصيح هذه اللغة الجميلة جدا بلسانك تنطق فيها يعني يوميا مع الآخرين من وين تعلمت هذه اللغة العربية لها الأد متمكن والله الحقيقة يعني قراءات وفقات ما حدا علمني يعني هذا الموضوع أنا تعلمته يعني يعني جهدي أنا الشخصي يعني اكتشفت أنا مبكر لما جيت على دمشق طبعا بالأردن ما كان خاطر على بالي هذا الموضوع بيحكوا بأردني فصحة مكسرة اللي هو هون أدركت أنه المسرح لما بيحكوا باللغة العربية الفصحة بتصير كأنها مقدسة يعني أي خطأ بيرتكب الممثل صار محسوب عليه وبالتالي دفعني هذا الموضوع للقراءة أكتر إيه فقه اللغة والثعالب وكذا يعني وحتى كتب القواعد العربية يعني إيه واللي خلى الدافع يقوى أكتر أنه أنا ما تعرفت على فنانين أول مجيت على سوريا أول أول خمس سنوات رحت على كتاب تماما تماما يعني من ممدوح إلى حنمينة إلى عبد الرحمن المنيف زكريا طبعا 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 هؤلاء كانوا أصدقائي وما عندي أصدقاء من الفنانين قليلين جدا لي صديق واحد أو اثنين أو ثلاثة يعني هذا هو الأصدقاء عمر مثل ما بيقولوا لكن هذا الأمر دفعني أنه أنا لازم أنا أقوي لغتي وثقافتي مو بس اللغة ما بتزبط أنك تعود مع عبد الرحمن منيف واحد بيعمل مدن الملح وأنت يعني هيك نصف متعلم نعم نعم هو هذا كان جهد شخصي يعني هو جهد شخصي التحقت بدورات الأعداد الممثل صح؟ عملت هيك شي؟ لا ووركشوب مع أساذي بوقتها ولا لا؟ لا لا أنا صرت أعمل ورشاة أعمل للآخرين تدريس نعم تزوجت في عام يعني قديش عمر قصي هلا؟ تتذكر؟ طبعا ستة وسبعين يمكن سبعة وسبعين بس سبعة وسبعين قصي ليش بقيه لأولاد ما فاتوا للفن؟ يعني ليش مبعدين عن ما فيش هما اتنين قصي وشمس نعم شمسي قصي يعني هو ما شاء الله عليك طبعا يعني بالدوبلاج ما ياخد مرتبة منيحة كتير يعني هو وياسب غزالي والسار على القاس يعني كل هؤلاء فشمسي اختار أن يعني يعمل بالذهب بالذهب فاحنا مسميينه بالعائلة أبو الدهب بالبلد هو ولا صافر؟ أه بالبلد في جرامانة بشتغلوه بيقوله فرخة بط عوام طبعا هذا هذا الزواج الأول الثاني الثاني أثمر لا ما لم نتفق على أن يعني كولي عن أولاد لأنه عم نربي بنتك عنها يعني وهي يعني مهمة جدا يعني بحياتي طبعا ومرتاح سعيد كتير متزوج مرتين طبعا لأنه هي زوجتي الحقيقية هي هلأ اللي هلأ موجودة ولو أنه هذا موضوع شخصي العالم بحسرية بتحبه بحبه الناس يعني طبعا طبعا كتير كتير يعني أنا بحبها لزوجتي لأنه يعني يبدو هي اللي كانت مقسومة لإلي كأنه الله خلقها لإلي وكأنه خلقني لإلها بصراحة بفوت الإنسان بكتير من التجارب بحياته بيلاقي آخر شيء طبعا أكيد أكيد يعني والحمد لله رب العالمين يعني ويمكن حتى يعني هي هيك يعني وجودها بحياتي يعطاني هيك دفق حيوي أكتر يعني كأنها أضافت شيء لعمري جديد حقيقة يعني هيك بحس أي والله تعمل في مجال بيشبه عمل هي تعمل في وكالة سانة صحفية صحفية إعلامية نعم طبعا تعرفكم كلكم طبعا ولكن شغلها بحمص هلا مبدئيا منحية أكيد الله يتخليك منحية طبعا هي بعدين مثال جمول هي بنت الإعلامي المعروف بإذعة دمشق علي جمول الذي كنا نستمع إلى صوته كل صباح رسالة حمص بكل المحافظات كانوا يستمعوا إلى علي جمول كيف بتحدث مع الفعاليات وأنا يعني تشرفت الحقيقة يعني بنسب هذا الرجل العظيم الله يرحمه الله يرحمه بيقولوا فرخ البط عوام ابن الفنان فنان ممكن جدا طبعا طبعا لأنه هلأ في بعض الفنانين يعني أو أولاد الفنانين دخلوا إلى الفن لأنه أبو فلام وبالتالي هو لم يحقق شيئا يعني من الواضح أنه موهبته قليلة جدا بين أن عن أبوه آه يعني نصف موهوب أو ربع موهوب أو عديم الموهبة لكن لأنه والده فدخل وفي أولاد فنانين أهم من آبائهم آه والله الحقيقة أنا بشوف قصاي أهم مني أوف هذا التصريح خطير هذا قصاي هلا أهم لأنه بيعرف شغلات أنا ما بعرفها راحت علينا يعني ما شفناها ما بنعرفها شو تشرح عليك شو بتحسر اليوم الألكترونيات والسوشال ميديا وكل ما يتعلق بهذا الأمر ما يعني الموبايل ما بعرف أغلقه وأفتحه إلا أرد فقط لا هن الأفق عندهن أوسع منا بكتير لأنه الحياة التطورات الحياة أخذت مجالات أوسع وبالتالي هم يعني المستقبل لإلهم هندخل بي الذكريات ومراحل ومخطط بحياة حضرتك هنأخذ بريك ومكملين معكم رجعنا معكم مستمعي سوريا أف أم وضيفي الفي آي بي زيناتي قدسية بلأ ألقاب بالبداية دخلت ميدان العمل المسرحي بال67 حكينا بالأردن انتقلت بعدها للمسرح السوري بال71 أكتر من خمسين عام بالمسرح بعام ال71 ضميت لفرقة المسرح الجامعي شاركت بمسرح الهوات الشباب بالأخراج بالتمثيل والإعداد أدي اختلفت حالة الوعي والفكر من هديك الأيام لشباب اليوم كل مرحلة كانت تضيف لنا وعي جديد وعي أوسع وعي أكبر وبالتالي من المراحل الأولى يعني مرحلة الهوات ومرحلة مسرح الشباب وجامع الدمشق أنا يعني حسيت أنه أنا أوقعت نفسي في ورطة أو أوقعني إبراهيم الكردي اللي دعاني للمرة الأولى للعمل في المسرح الله يذكره بالخير وما بعرف وضعه كأنه يعني أنا أوقعت في ورطة لأنه المسرح وهذا أكيد قرأته حضرتك من الثمانينات قضية كبيرة جداً أنا فايت على قضية كبيرة كتير كتير والقضايا الكبرى الحقيقة تحتاج إلى رجال على مقاسها بشان يقدروا يمرءوا بالتجربة صح فشقيت وأنا يعني أتابع كل ما يتعلق بالشأن المسرحي نعم وبزداد الوعي تنفتح أفاق جديدي وما تزال يعني كل يوم الإنسان بتعلم شيء جديد أنا إلى هذه اللحظة ما أزال أتعلم شيئاً جديداً لكن لا بد أن يكون الفنان الحقيقة يعني مثقفاً واعياً مشان يعرف تماماً على أي أرضه يقف وما هي القضايا التي سيناقشها مع الجمهور ومع الناس اللي عم بيشوفوه وإلا بصير بعدين هو يعني هكذا رقم قد يكون حتى زائد الحاجي على سيرة القضايا أغلب أعمالك حملة هم ووجع فلسطين والمأساة الفلسطينية اليوم وخلال السنوات الماضية كان في هم ووجع سوري إذا ما نحكي ومأساة وأزمة سورية إذا ما نقول قدين حرفت البوصلة الدرامية عن القضية الفلسطينية وصار أكتر الوجع السوري قدين ما بقى يمكن ما بقى نسينا يمكن القضية الفلسطينية وصار همنا هم محلي درامياً عم بحكي درامياً بصفة عامة نعم بصفة عامة لا طبعاً لأنه أنا على الأقل يعني بالنسبة لإلي القضيتين هن قضية واحدة يعني ما فيش قضية منفصلة عن الأخرى قضية فلسطين هي قضية سوريا والذي حدث في فلسطين حدثت في سوريا تماماً يعني بغير أشكال وغير أدواء اجتمع على فلسطين كل شداد الأفاق من العالم في 48 وما قبلها وكذلك الأمر على سوريا يعني جاءونا من كل دول العالم هكذا شداد أفاق يعني مرتزقة ورهابيين وقتل مجموعة من المتوحشين كما جرى في فلسطين تماماً وتشردنا وهنا في سوريا تشردنا وتشردنا ونحن في بلدنا أيضاً وبالتالي بالنسبة لزينات قدسية لم تنحرف البوصلية لأنها معيرة على عقرب واحد ما في فرق بين القضيتين سوريا وفلسط آه بدون شك ما فيش هن ليس مش قضيتين هن قضية واحدة لأنه أصلاً بسوريا قضية فلسطين هي الأساس بكل هذا المعترك اللي صار بكل هذا الجحيم اللي عم نشوفه احنا بسوريا وصدقاً يعني وبأمانة أنا بقولها يعني بأمانة شديدة نعم سوريا عم تدفع ثمن هذه المواقف اللي لها علاقة بالقضية الفلسطينية المركزية يعني الرئيس الراحل المؤسس قال أن فلسطينية جنوب سوريا يعني ما بيحكي عنها دولة ستكون هكذا لا 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 هي أرض واحدة طبعاً وبالتالي سوريا قدرها أن تكون هكذا قدر سوريا أن تكون هكذا سبب غياب اليوم الأعمال المسرحية الفلسطينية بسوريا يلي شهدت ولادة هذا المسرح كتير مؤفي قلي يعني حضرتك بتشتغل اليوم مسرح فلسطيني كنص وكمسرحية كاملة فلسطينياً وتحمل الوجع الفلسطيني باقي لبعيد مع أنه المسرح الفلسطيني خلق عنا صحيح هذا الكلام سليم أنا معضو بالله من كلمت عنها طبعاً هذه قضيتي الأساسية يعني أنا بالنسبة لي بمعنى أنه هذا موضوع له علاقة بالخيار أنا خياري هذه القضية هي اللي اختارتني واللي أنا اخترتها والله ما بعرف لكن إحنا الاثنين عايشين مع بعضنا دائماً يعني وبالتالي طالما أن فلسطين بيد هؤلاء العداء أنا سأبقى أغني لها يعني دائماً الآخرين لهم خيارات أنا لا أدين أحداً ولا أعتب على أحد على الإطلاق كل واحد له خياراته أنا بالنسبة لي إجزم ستبقى ماثلة أمام عيني وهي اللي بتمثل كل فلسطين اللي كان والرحم والأرواح والوجدان أما هاي فلسطين اللي بيحكوا عنها بالسياسة أنا لا أعرفها أنا بعرف فلسطين اللي كان يحكي لي عنها والدي ووالدتي إيه؟ وبالتالي يعني أنا هذا خياري وأعتقد أنه لكل فنان الحق بأن يتخذ يعني خيارات لإله أما هي نعم بدت من فترة تغيب هذه القضية عن الأعمال الإبداعية العربية مو بس تغيب بالعكس بدأوا حتى يعني بإنتاج أعمال استبدالها بشيء نعم استبدالها بشيء آخر يعني مفرغ من نعم مفرغ طبعاً إيه علاقة بما تتذكر المسلسل اللي يعرضوه مثلاً قبل سنتين أو شيء أم هارون وكذا يعني ما بدكم تعملوا شيء لصالح فلسطين ولعودتها ولتحريرها لا تعملوا شيء على الأقل معاكس يمس بقدسية هذه القضية لأنه هي أعدى القضية في التاريخ البشري يعني ما فيه ثمين بيختلفوا على هذا الموضوع اليوم البعض بيصنف بل ويسمي الإبداع بمسميات مصرح مقاوم مصرح سياسي مصرح ثوري بحسب مناسبة أو مرحلة أحياناً تزول بزوال هيدئة المناسبة أدي إدريت العروض لمصرحية في السنوات الماضية أن تأسس لمشروع خلال بيسوريا أم برأيك كانت ذات طابع مباشر ربما دعائي أو خطابي طبعاً هي معظم الأعمال اللي يعني تتحدث عن المسألة الوطنية نعم هي كلها يعني أعمال خطابية في الواقع يعني بنسبة أو بأخرى لا جدوى منها يعني؟ لا مش لا جدوى منها مطلوب هذا الأمر أحياناً في مراحل يعني معينة في بدايات تجارب ثورية ما بيضطر الفنان يكون مباشر كتير إن كان على مستوى الأغني إن كان على مستوى الموسيقى إن كان على مستوى الموسيقى إن كان على مستوى المسرح على مستوى الشعر حالات طبيعية هيدا آه حالة طبيعية يعني أذكر حضرتك أول ما بدأ المسرح الفلسطيني بدمشق بدل ما تفضلت حضرتك تماماً كانت العروض كلها شبه خطابية وبيحكوا عن الفدائيين وكانت الحرك الوطني وقلوبنا يعني مع الفدائيين ويطالعوا على المسرح الار بي جي ويطالعوا الأسلحة نعم كانت يبدو المرحلة تتطلب ذلك مع تقدم الوعي تطور الوعي آه بصير الفنان يعني يرجع تدريجياً باتجاه الإنساني باتجاه الواقع أكتر العقل أكتر المنطقة آه والعقل أكيد أكيد آه طبعاً إحنا أعمالنا الوطنية اليوم أعمال مباشرة بمعظمها آه قليل آه بتشاهد مثلا عمل وجداني هكذا روحاني آه المرحلة لا تسمح الآن بذلك كأنه كأنه الفنانين هيك بيعتقدوا أنا بقول أنه المجال يتسع يعني للجميع المجال يتسع للجميع وخلي الناس يتعبر عن نفسها إن كان بالمباشر أو بالخطابة أو بالمجداني أو بالروحاني كل الناس خليها تعبر بطريقة المهم أن يصب هذا التعبير كله في محبة هذا الوطن والدفاع عن تراب هذا الوطن قمت بتأسيس مسرح أحوال مع الشعر والكاتب اللي ذكرنا قبل شوي ممدوح عدوان بعام السبعة وسبعين عملت على تأسيس المسرح التجريبي بعام الفين واثنين كمان عينت مدير المسرح التجريبي صح؟ طبعاً اليوم وين المسرح التجريبي؟ شكراً لأخي فايز قزق حين جاء من الكويت وأصبح مديراً للمسارح والموسيقى فيبدو في وزارة الثقافة أو هو اقترح أن نعيد المسرح التجريبي بالمعنى الذي كان الذي كان نعم هكذا كان يقصد فايز قزق ولم تنجح الفكرة؟ لا هو اقترح طبعاً لم تنجح إنما يعني هو أو بمعنى تصور أنه ما في يعني ما في بذهنه حدا يجلس في مقعد سعد الله والنوس بالقباني إلا الزنات القدسية الذي رافقهما مع الدكتور فواساجر رحمهما الله أنه يعني وكان الدكتور رياضي أسمت الله يرحمه كم يبدو كلهم مرهمين صاروا هلأ وعدني بأنه راح يفرغ موازنة للمسرح ما تفرغت هذه الموازنة لأسباب مالية ما بعرف شو الأسباب طبعاً وبالتالي يعني فشلت الفكرة طبعاً تلاشت تدريجياً للسنوات وتلاشت الفكرة في هذه الفترة كان في لكم منافسات يعني مسرح الشوك اللي أسسته الراحل عمر حجو وكملوا دوريد لحام بنفس الفترة كان فيه المسرح الحر المسرح الكوميدي شو كمان لسه كان فيه مسارح كتير كان فيه مسارح بس هذول الأهم أي ليه ما صار تعاون بين حضرتك لإغناء الحركة المسرحية بهذاك الوقت ولا خطك كان مختلف لا هو لم يكن مختلف بالعكس مسرح الشوك مسرح مهم جداً وأسس طبعاً لتجربة مسرحية عنه ليه ما تعاونت أنت ودوريد لحام طبعاً والله يعني الأستاذ دوريد صديقنا وأستاذنا يعني وكبيرنا مثل ما بيقولوا هو من المفترض أن يخطر على باله هذا الأمر ولا خطر طوله ما بعرف إذا كان بيسمعنا هلأ أكيد رح يسمعنا لازم يخطر على بال الكبير ييجي يأخذ الصغير يقول له تعالي عندي هو كانت خياراته أصدقاؤه اللي عاشوا معه والعمر كله طبعاً 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 وقدم لنا ما قدم وسنبقى نشاهد هذه الأعمال طبعاً وهي حافة انحفرت بذاكرتنا جميعاً يعني شاهدني الأستاذ دوريد يعني في أحد المهرجانات في ثلاث أو أربع عروض تقريباً أربع عروض في المهرجان في ذلك الوقت نعم وقال أشياء ستبقى يعني في شؤال لك واشل شافة بريد الحق قال شغلات كتير طبعاً حكاً بدي أسمع أثنى على تجربتك أثنى عليها كثيراً طبعاً ويعني قال هذا شيء يعني يعني مستثنائي يعني زناتي مو عادي يعني هذا شخص غير عادي طيب بالمسرح يعني طيب ما بعرف وأنا ما فكرت يعني بهذه القضية لأنه كنت يبدو أنا كمان يعني منشغل يعني أنا كنت بتمنى أشوفك بمسرح الماغوت ومسرحها الشوك دوريد لحام يلي هو هذا الثلاثي يلي عمله نهات قلعي كل الفنانين كانوا بتمنوا ذلك كل الفنانين ولكن الفرق يعني تتسع لأصحابها تتسع لمجموعة كان في محسوبيات بهذاك الوقت؟ لا ما أعتقد كان في محسوبيات بهذهك الأيام لا أعتقد لا كانوا صادقين ومتجمعين بشكل كويس عارفين بعضهم كويس ومش من السهل دخول أي واحد هكذا عبر سبيل يعني يدخل هذا الإطار أكيد لا أكيد بنحكي كتير عن مسرح وبنعرف في شيء اسمه مسرح الغنائي ليش ما نجحت هذه التجربة عنا في مسرح الرحابنة في مسرح الغنائي بلبنان يعني كتير نجح عنا ليش ما بينجح هذا النوع ما عنا لأنه يعني ما عنا بيكلف كتير أولا هو مكلف الحقيقة يعني وهو يحتاج يعني لا تنقصنا المواهب ولا العبقريات بالموسيقى لكن يبدو أنه عنا بسوريا لم نفكر بهذا الأمر يعني لا الدولي فكرت أو الحكومي خلينا نقول يعني لم تفكر بهذه المسألة كنا يعني ننتج بعض الأعمال هكذا بين فينة وأخرى وكانت أعمال جميلة وحلوة ولطيفة يعني لكن ما قدرنا نعمل شيء بهذا الإطار لأسباب الحقيقة أنا أجالها يعني يا دكتور ما فينا أعرف لأنه بدك تقول لي عنا أصوات كيف يعني ما عنا أصوات طيب وعنا ملحنين عباقرة كيف يعني ما عنا وعنا كتاب وعنا شعراء وعنا مسرح وعنا مسرح والله أنا نفس السؤال يعني بدي يعني هيك عابض معك ونطرحه على وزراء الثقافي عم جد بمهرجان دمشق المسرحي العاشر عام ال86 قدمت أنت والراحل ممدوه عدوان نص أول مونودراما كان حال الدنيا نعم حمل توقيعك تمثيلا وإخراجا بشخصية أبو عادل لجرأ يحكي كل شي بهذاك الوقت اليوم شو بين أصنع حتى نعمل أبو عادل ولا شخصيات التانية ونحكي في مقص رقابي اليوم ولا كان قبل مسموح ما لم يسمح اليوم لهو يعني إحنا بسوريا على وجه العموم أنا يعني واكبت كلها بالتجربة يعني من مطالع السبعينيات إلى الآن وطبيعي يعني كنا نتعاطى مع لجنة القراءات اللي بتسمح بهذا السقف كان أعلى؟ لا سقف أو يعني ما عنا نحن سقوف في الحقيقة يعني بسوريا يعني مش من باب المجاملة أو من باب ما في يعني شيء اسمه سقف للرقابة ما عنا هيك شيء نحن بسوريا أنا بذكر قدمنا عروض بسوريا من السبعينات إلى الآن يعني لا يمكن ولا بأي شكل أن تقدم على أي مسرع عربي آخر على الإطلاق قدمنا عروض فيها من التحليل السياسي الديمقراطي الحر ما لا يوجد مثيلا له في كل عالمنا العربي احنا يعني حذرين بعض لجان القراءة من بعض الأشياء التي قد تؤدي إلى تأويلات ليست في صالح الفنان ولا في صالح الجهة التي يعمل معها لأنه ما بعرف كيف مرقنا بمرحلة صار صنا أول كل شيء وهذا هو اللي يعني أحيانا بيضع إخوتنا في لجان القراءة بمواقف حرجة جدا خوفا من التأويلات التي لا تخدم العمل الفني أو العاملين هذا هو أما أنا يعني لا ألاحظ أن لدينا ثقوف أو واطي أو عالي ما معنى هيك شيء بسوريا يعني بعد عملت مسرحية القيامة باللهجة المحكية بشخصية أبو برجد بعد عملت مسرحية الزبال وكرت السبحة يعني البعض اتهمك باحتكار ممضوح عدوان واحتكارك لأعماله بسبب كثرة الأعمال بهديك الفترة كان في احتكار بينك وبين ممضوح عدوان؟ يعني هو مش احتكار طيب اتنين شركاء وعم ينجحوا وعملوا معمل صغير وعم بيشتغلوا وعم بينجحوا ما كم ما يعني لا أتوقف عند هذه الموضوع إلى أنه يعني ممضوح عدوان كان بيقدم نصوصه لكل الفرق العربية لكن نجح معك أكتر؟ طبعا أكيد يعني لو ما نجح معي أكتر ما بيكمل يعني كان ممضوح طبعا عم يكتب قبل موته بدأ بكتابة المونو دراما الشيطان رقم خمسة الشيطان قال الله أخذ أمانته وما صار نصيب يعني لما توفى كنتوا عم تشتغلوا مشروعين الأول كان إخراج نص كلب الآغة كنتوا عم تشتغلوا عليه ومنفس الوقت كان هو عم يشتغل على الشيطان كان عم يشتغل على الشيطان نعم وانا عم بشتغل على كلب الآغة نعم فكرتوا تعمل حضرتك تحية لروحه وتساويهم تكملون لهدول مشروعين؟ يعني هو ما بعرف شو الأسواب التي أدت إلى أنه يعني ما نشتغل كلب الآغة عنا في دمشق المسرحية طبعا يعني عملوها بكل مسارح سوريا حتى يمكن انتقلت إلى العالم العربي وهذا اللي بميز ممدوح عن كتاب المسرحيين الآخرين يعني ممدوح ما يعني ما يكاد ينتهي بقلم الرصاص بتكون صارت يعني أوراقه بين إيدان المسرحيين غير عن الآخرين والآخرين اللي بقصدوا يعني كتابنا اللي عنا بسوريا طبعا كل شي ممدوح بيكتبوا بيتبنوا لأنه طالع هيك من روحه ومن قلبه ومن حرارة دمه وما عنده هيك رفعة منخار بكتابته يعني ما عنده استعلاء الكاتب اللي كذا لا ممدوح كان بسيط جدا وشعبي جدا مشان هيك نحبت كل أعماله ما بعرف شو الأسواب التي أدت لعدم عرض هذا وأنا يعني أكتر من عرض قدمته هديه لممدوح ولسه بعد أنا يعني ما بعرف شو اللي ممكن الواحد يعني أدمه بتملك اليوم شي نص ما بيعرفوا العالم أنه عندك هذا النص من ممدوح عدوان نعم عندك بتمتلك نص لممدوح عدوان بحضرتك يعني عندك عندي أوراق نعم أمتلك أوراق ومسودات أعطاني إياها ممدوح ولم يطلع على أحد ولا أحد يعرف شو كاتب فيها وعندي أوراق حتى مسودات من بعض روايات حنمينا أيضا بخطوا بالقلم الرصاص نعم كشفت فيهم شي بيتضمنوا شي ممكن يظهر للعالم فيما بعد آه طبعا طبعا لأنه في عند ممدوح أعمال أدبية أخرى غير المسرحيات كتابات الكتابات طبعا طبعا في مقالات كتبها ممدوح عدوان آه يعني ممكن الواحد إذا هيك شوي صفن فيها منيح وتأملها جيدا ممكن أنه يطلع منها شي مهم وفي غاية الأهمية ليش الأستاذ محمد الماغوط لم يكتب مسرح إلا مسرحيتين أو ثلاثة كتابات كان طبعا ويتحولوا لمسرح نعم المهرج هاي مسرحية متكاملة أما الباقي العصفور الأحدى وكذا هاي مسرحيات هو بيعرف رحمة الله عليه إنها كتير هيك ذهني وكذا فما تبنوها كتير الفرق الفرق تبنت أعماله الأخرى مقالاته خواطره اللي أنا يعني اشتغلت عليها حوالي أربع عروض منها لكان طبعا وبالتالي ممدوح يعني عندي شي من هذا القبيل بتفكر تنشره لا طبعا لا ليس من حقي نشر هذه المواد تجربة امتدت 33 عام تقريبا لحين وفاته بتقول أعرف الكثير عن ممدوح ربما أشياء لا يعرفها غيري شو بتعرف شي ما بنعرفه ما هذا اللي كننا هلا عم نحكيه هذا هو طبعا كتابات هذا لا أعرف طبعا يعني كتير شغلات هيك العلاقة بحياته الخاصة كشف لي السر أنا أول واحد بيعرف أول من عرف أنه بحب إلهام ام زياد ونحن في جامعة دمشق مثلا خبرك طبعا كنت يعني معهما رحمهما الله بالأيام الأولى مثلا لا تتخيل قديش كانوا جميلين في ذلك الوقت ممدوح جميل دائما جميل حتى بموته ممدوح حتى لما مات كان جميل كتير جميل ممدوح أثر فيك كتير كتير فقد وخسارك أنا بالنسبة لي خسارتي فادحة بموت ممدوح فادحة مرتين انفدحت بممدوح وبيحاتم عليه الله يرحمه مع أني لم أعمل مع حاتم عليه مع أنه كان بمثابة ابني بمثابة ولد من أولادي إلى أن وما اشتغلت أنا معه ليه ما دعاك على رغم عمل تاريخ كتير وحضرتك تجد التاريخ أوكي خياراته خياراته ولا خيارات إنتاج لا ما بعتقد المنتجين اللي نحلاق لأنه ما بيعرفوا زينات المنتجين أو بيعرفوا واحد اسمه فنان زينات قدسية أكيد لأنه ليه بدي يكون أقولهم موقف من زينات قدسية يعني ليه أعتبت عليه لا حاتم عليه لا لا ولا أعتب عليه لا رحمة الله عليه هذا خياره هاي خياراته طبعا كنت مبسوط له أنه عم ينجحه عم يصير ممؤثر ومخرج واكبته نعم دائما وكنت أبرخ له دائما وأهني على الأعمال الجميلة اللي عم تتقدم وهي الأجمل في الدراما التاريخية هذا إجماع هو أفضل من عمل هذا إجماع مو أنا زينات اللي بقول هيك كل الناس وطبعا الناس بتحكي عن الفنان أكتر شي لما بيموت ما بيحكوا عنه بحياته عن أهميته للأسف طبعا صار فيه إجماعة عربي كما لاحظت مش بس يعني عنا بسوريا أنه هاي الأعمال اللي قدمها حاتم علي اللي تنتمي إلى المسألة التاريخية كانت هي يعني الأفضل أيقونة وعلى رأسها التغريبة الفلسطينية طبعا الله يرحمه كنت لازم تكون موجود بالتغريبة الفلسطينية والله أنت اللي بتقول هيك أنا ما فينا أقول هيك بتقول في شي عجبني بتقول إنه ممدوح لم يعلمني شيئا أنا التي تعلمت منه أشياء كثيرة أشياء عن الوطن عن المسرح والخبز والأدب والشعر والترجمة والإعلام والتدخين هو يعلمك تدخين لأنه هو كرس هاي العاد السيئة فيني كنت بدخن طبعا لما تعرفت عليه بس لما شفت ممدوح بدخن بهاي الطريقة أمتبع فعشقت السيجارة أكتر هو هيك كان مثلك الأعلى هو لا 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 مش مثل الأعلى مثل الأعلى سيدنا محمد طبعا لا قصدي إنه بالشيء بالكتابة بالفن أكيد نعم نعم بدون شك يعني هو له مساحة في عقلي وفي وعي أكيد مية في المية ولكن أنا بالنسبة لي يعني معلمي ومثلي الأعلى هو غسان كنفاني اللي بدت بواكير تفتح وعي على قصصه القصيرة لما كانت تهرب من الكويت إلى الأردن تهريب في ذلك الوقت يبدو كان في ذلك الوقت ممنوع غسان كنفاني الله يرحمه منك على الناس ميتين نعم نعم فأنا قرأت يعني هاي القصص القصيرة مبكرا وهي في الحقيقة أجابتني عن كثير من التساؤلات اللي كانت بتدور برأسه وما فيه لإجابات نعم كان غساني يجيبني بكل قصة قصيرة عن تساؤلات أنا ما إلها عندي إجابات وبالتالي هو بدايات تفتح الوعي عندي هو غسان وأنا يعني أحفظ يعني غسان كما أحفظ القرآن نعم هكذا أوصانا يوسف إدريس أيها الفلسطينيون احفظوا ما كتب غسان كما تحفظون القرآن الكريم حالو كتير بدي أختم بس عن ممدوح لإنتقل غسان ولا زكريا تامر وباقي الأشخاص اللي تعاملت معهم أجمل ما تعلمتوا من ممدوح هو البكاء معنى البكاء أهمية البكاء وعندما تحين لحظة الضرورة لتفجر الدموع قيمة البكاء عند الرجال كم مرة بكيت حضرتك؟ كتير والله آخرة هلا على ممدوح طبعا لأنه مش بالضرورة تنزل الدمعة من العين تبكي بالقلب بدون شك كان قلبي هلا وإحنا نمح هلا آه طبعا طبعا أنا أبكي دائما أبكي دائما أنا لما أحيانا بتفرج على مشهد بالتلفزيون أبكي يعني أبكي بحرقة حتى يعني وأنا فنان وبعرف أنه هذا تمتيل وبعرف أنه هذا كذب تتماهر بس آه يعني عواطفها كذا يعني يعني تندلق يعني مع آه الصدق الصدق بيبكي الصدق بيبكي لا ببكي وبضحك وبعدين عندي فرصة يعني بقول لحضرتك فشان يعني للمرة الأولى بقولها أنا ببكي كتير دكتور يامن وأجتني فرصة تاريخية نادرة اللي هي لما بكون جاي من حمص مشان أعود بدمشق لوحدي بعيدا عن العائلة يمكن يمكن كل ليلة أو ليلتين لازم أشعر بأنه نزلت دموعي بس ما بعرف ليش شو السبب؟ ما بعرف ليش دائما بشعر أنه في شي بديه يطلع هيك نفسي أبكي يمكن ببكي علينا يمكن ببكي على هذا الوجع اللي بترتاح وقت اللي تبكي؟ آه كتير طبعا برتاح صدري طبعا لأنه الوجع اللي عم نحسه اليوم ما كنت بحياتي متوقع هيك وإذا بتسألني بعد شوي بتقول لي ما النتائج التي أسفرت عنها تجربتك يا خزيناتي بقولك عفوا تلاشت هكذا بالفراغ والله تسربت من بين أصابع مثل المي كيف تتسرب من بين الأصابع لأنه بآخر المطاف الأحلام اللي كانت تراودنا راحت وتحطمت هكذا يعني بلا بلا رحمة يعني وبالأخير يعني بتتطلع هيك على عالمك العربي والوضع اللي احنا فيه مقدمات صغيرة ومقدمات كبيرة هيك بيقول أرسطو بتأدي لنتائج محددة لما بتشوف هاي النتائج بعالمنا العربي اليوم هذا التمزق اللي صاير هذا التهافت بتقول لك كيف كانت إذن إحنا يعني مقدماتنا الكبرى ومقدماتنا الصغرى ماذا كان وضع مشروعنا الثقافي والاقتصادي والسياسي بهذا العالم العربي من نصف قرن لليوم صحة فبالتالي على البقى فبالتالي يعني بزعل أنا كتير بزعل كتير على هاي النتائج اللي يعني يعني هلها صار في عندي شوية أمل رجع طبعا بدأ يرجع يعني وأنا بتمنى إنه ما حدا يزاود عليه باللي بدي أوله هلأ لأنه هذا طالع من أعماق قلبي أنا بدأ الأمل يرجع لي بعد ما غاب من سنوات لما بدأ يتشكل محور المقاومة في هذه المنطقة وسنتمسك به حتى العظم بهذا المحور من أجل أن نحرر بلادنا من هؤلاء القتل اللي أجوه شوهوا وجه حياتنا متفائل؟ آه طبعا أنا نعم أتفائل كل ما المقاومة تتقدم متر أنا بتقدم عشر متار بأملي وبشغلي وبندفاعي للعمل أما مسألتها نيئس يعني معناها بنودع الحياة وبنقولها يعني سلامات إلى حياة أخرى أمت ضعفت بحياتك؟ أمت حسيت أنه شوي هيك ضعف هذا العنفوان هذا القوة اللي عندك الجبروت؟ أمت ضعف؟ أمت انكسرت؟ انكسر لما توفى جمال عبد الناصر أول شعور يعني اجتاحني كنت ما أزال فتاة ولما توفى السيد الرئيس حافظ الأسد المؤسس نعم أشعر بحزن كماشع بتصيب تنتابك مشاعر أنه انت فقدت شي هيك ما بعرف كيف بدي أعبر عنه يعني أنا ما بعرف بس فقط يعني هاي أما الخسارات الأخرى تعوض يعني تعوض نعم تعوض بس في خسارات والله لا تعوض الحقيقة يعني لا تعوض الحمد لله بكل الأحوال إحنا يعني أكتر خسارة خسرتها بالسنوات الأخيرة شو كانت؟ أم أم والله ما اعلم يعني هوا رفائي لتجربتي كلها هم oh كل التجربة عندي شعور بأنه كأني يعني لم أقدم شيئاً غف لم أفعل شيئاً وهذا شعور فضيع جداً يعني باجتاحني بين لحظة وأخرى لازم اكون صادق مع حضرتك ومع اللي سمعونا يعني يعني ما فيه اصعب من انه انت تنتلئ بهيك شعور انك انت ما عملت شي بحياتك كأنه ما عملت شي بحياتك وكأنه في يعني شياطين هيك على خيل نازل من السماء هيك بتنتزعك من الحياة غصبا عنك وبالتالي بجدحك هيك شعور طبعا صدقني مش لوضعي الشخصي اللي وضعنا كلنا لانه احنا بالاخير بشر يعني انا انسان بتقلم لما بشوف اي انسان بتقلم على يعني كل انحاء هذا العالم على وجه البسيطة كلها بتوجع كتير لما بتوجع واحد بنيكراكوا او بليابا انسان في انسان ايوة هو هيك هاي يعني هذا الموضوع ايه بيقلمني جدا كتير يعني وبالتالي فكرت اعتزل لا طبعا لانه اذا اعتزلت يعني ما احضر عملك وين دروح لانه المسرح هو حياتي طبعا بيطعمي خبز المسرح لا لا طبعا اكيد لا طيب شو كان البديل شو عملت بشو يعني كحياة وكا هذا السؤال اللي ما حدا طرحوا عليه بحياتي يعني كيف يعيش زينات قدسية من اين مصدر رزقه طيب مصدر رزقه هو هذا الراتب اللي باخده واذا اشتغلت بمسلسل هيك بوضوح تام يعني ايه باخذ هالأجر بيكفي بيكفي لا ما بيكفي طبعا وبالتالي يعني بيساعدني قصي وبيساعدني شمسي طبعا ايه وماشي الحال مستورة مستورة طبعا اكيد امكملين ناخد هيك شوي ضيح شوي رجعنا وامكملين ماكن مستمعي سوريانا افاهم وضيفي الفي اي بي زينات قدسية سبق وكشفت عنيتك بالكتابة عن تجربتك مع الراحلين سعد الله والنوس والاستاذ فواز الساجر الله يرحمون ليه له هلأ لبتبصر النور لهو طبعا عندي يعني بمكتبتي او بمكتبي خاضع مجموعة كبيرة من الاوراق يعني عن تجربتي مع سعد الله والنوس ومع الفواز ساجر لكن كل ما هيك يعني بتتقدم قليلا بتكتشف انه يعني هذول الناس اكبر من هاي الكلمات اللي انا حاططها على الورق حقيقة يعني ما بتو في حقه يعني ما بتو في هيك موقعه بحياتنا وبالمسرح وبفنه فبرد بعمل يعني حالي من التراجع عن الحقيقة يعني عم بكتب عن ثلاث اشياء وبحط يعني وراء فواز وسعد الله وناجي ممدوح كل الكتابات لممدوح كل شيء لممدوح وناجي العلي طبعا لكن مسألة ان يعني تنشر هذا اللي بتكتبه بدها يعني بدها لوحد يعني يفكر فيها شوي سميا مذكراتكم بدون شكل انه خلاص سلاما بس تنشر بدها تصبح وثيقة وانا ما ازال لست واثقا من نفسي بانه هل هو هكذا سعد الله حقا او هكذا فواز حقا اذا انا محتاج الى اعادة تقيين وقراءة واسمع اراءة واشوف كذا لكي اثبت شيء ما سيكون وثيقة في التاريخ ذات يوم من هون يعني انا بيجي خوفي من هذا الموضوع هل اليوم في كلام لم يجرؤ زيناتي قدسية على قوله حتى اليوم عبر خشبة المسرح فيش لسه ما قلته كتير كتير شيء شغلات ما قلته لسه انا على خشبة المسرح قص قضايا فجر ما في الا قضية الا قضيتنا فقط قضيتنا الوحيدة والاساسية القضية الفلسطينية خمسين سنة ولا ولم ينضب الكلام لا لا ولن ينضب طالما هي قائمة لن ينضب الكلام بينضب لما انا ببطل قدر احكي يعني لما انا ما فيش نفس اكيد شاركت بالدراما السورية بالوقت اللي ضل عنا باكتر من خمسين عمل ومسلسل من عز الدين القصام بال81 للدخيلة لطرائف ابي دولاما لعودة الفارس للعوصة جرمح النار كتير البحث عن صلاح الدين اخر الفرسان الظاهر بيبرس اغلبة كان تاريخي وباللهجة الفصحى يلي هي ملعبك قد تم تنميطك كممثل بدور معين بسبب العمر اللي هو دور الشيخ الجليل او شفنا كتير اعمال يعني كان باب الحارة ولا اعمال تانية ما ملكت ايمانكم في نوع من دور تطلب لالو صحيح هذا الكلام انه واقعي يعني اه طبعا لانه كبرنا بالسن وهذا امر طبيعي يعني انه ننتقل من دور الشاب ودور الاب اللي عنده طفلين الى دور اب عنده ولاد كبار الى يعني طبيعة الاشياء هيك يعني دكتور وبالتالي انا لا اشكو من هذه القضية على الاطلاق يعني بمعنى ما عندي هاي النزعة ان اكل كل شيء يعني ان اكل زمني وزمني الاخرين لا لازم لوحد يكون امين على زمنه اللي هلا هو عايش فيه نعم طبعا لازم اكون انا بمملكة ايمانكم ابو توفيق ولازم اكون انا ابو دلامة قبل حوالي اربعين عام اه طبعا اكيد لابد من هاي التبدلات والتغيرات بحياة الفنان والممثل وينبغي ان يقبلها ان يتقبل هذا الوضع لكن بحاول ان اعوض عن ما يخطر ببالي بالمسرح في الواقع ايه بالمسرح طبعا البديل هو يعني كأنه هيك يعني بريحني شوي الشيخ عبدالوهاب بمسلسل ما ملكة ايمانكم قد يقدر هالمسلسل يستقرق المستقبل يمكن وكان عم يحكي عن شغلات صارت او كان لازم تصيره صارت واللي باغلب الفهم الخاطئ يمكن للدين وتفسيره نعم صحيح ما ملكة ايمانكم نعم يتحدث عن هذا الموضوع ويشير لهذا الموضوع بشكل واضح تماما وقبل ذلك الساب نجدة الله يسلمه هيك ويعطيه الصحة وطولة العمر عمل قبله رجال الحسن رجال الحسن وفيه كمان شيء الحور العين يعني قبل ان تبدأ الحرب على سوريا فكان نجدة انزور يدق جرس الانذار بالوسط الفن بالدراما يعني بقصد البلد لها ترتيبات ترتيبات اخرى يعني لكن بالدراما انا لو يعني هيك بتقول لي شو ممكن يعني تقول لنجدة انزور بقولك بدي يسوي له تمثال وحطه بالغزلانية لان انا ساكن بالغزلانية لان فعلا يعني الاستاذ نجدة دق جرس حقيقي لهذا الموضوع وشفت ما الذي جرى يعني بهالسنوات العشر يعني بهذا الاطار عم نشتغل طبعا هل قد بتأثر الدراما هل قد ممكن توصف ومع اليوم حضرتك نحكي عن الواقع السوري والازمة السورية هلأ ولا ننطر لبعض سنوات لنشوف تداعياتها لحتى نحكي ونكتب دراما سورية عن الازمة هلأ نحن علمونا بالمسرح او بمعنى هيك كانت الفكرة السائدة انه المسرح يعني او الرواي او تحديدا هدول انه يعني هدول بدون وقت يعني يمر يمر على الحدث مشان هو يعني يرتقي ويراه جيدا بعد حدوثه بمد من الزمن فيكتب رواي او يكتب مسرح التجربة الانسانية اثبتت يعني انه هذا الكلام يعني مو دقيق كتير بمعنى احيانا او 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 في حياة الشعوب في يوميات عظيمة ينبغي ان نتوقف عندها يعني لما بتقولي محمد الدرة بقولك هذا حدث اعظم من كل تراجيديات العالم كيف بدي استنى خمس ست سنوات لبينما انا كفنان اكتب مسرحية واقدمها طب انا ماذا اعمل والحرب على بلدي مشتعلة وانا كاتب مسرحي او ممثل او مخرج وقاعد بستنى قال تنتهي الامور مشان ابا اكتب ما بتزبط هاي المعادلة ما بتزبط الفن بده يكون معجون بالحدث اليومي وكل فنان على مقدار وعيه ومقدار قدراته ككاتب او كمخرج او كموسيقي لازم يشارك ويساهم بهذا الوضع من اجل تغييره او تبديله او ايقاف النيار او الاعصار القادم عليك من سيدافع وفي لحظات بحياة الشعوب ايضا بيقولوا انه للكلمة توقفي قليلا تنحي قليلا تنحي ايها الشعر قليلا تنحي ايها اللوحة قليلا هلأ وقت البندقية وبعد ذلك منعود بنكتب شعر مثلا يعني ما بتزبط معي الفنان يعود يستنى الروائي ممكن ممكن يعني اما الفنان لا اما الفنانين الاغنية واللوحة قدرنا كدراما نحيط بالواقع السوري او التجربة السورية كنصوص ازمة وكمسلسلات عن الازمة السورية هلا نحن كتبنا يعني كتبوا وعملنا مسلسلات وكل واحد قاربنا للواقع السوري قاربنا طبعا اكيد قاربنا ولكن السوية الفنية الابداعية هاي هذا موقف نقدي محتاج الى تأمل لكن انا اؤكد ان الاغنية بسوريا انتصرت كما انتصر جيشنا انتصر المحللون السياسيون من بداية الازمة لليوم انتصروا في هذه المعركة مع جيشنا العرب السوري كل اغانينا الوطنية بصرف النظر عن مستوياتها الفنية لكنها انتصرت مع الجند العرب السوري في هذه المعركة او بهاي الحرب الشرسة الرهيبة هاي قناعاتي شاركت ببعض المسلسلات الاجتماعية وعمال البيئة الشرمية مثل بواب الريح امرأة من رماد وهم ومقامات العشق وصولا لباب الحارة 8 بجزء 8 رأيك بالانتقادات لطالة العمل بدءا من تدني مستوى المسلسل بعد تعدد الاجزاء وصولا لانه صار تجاري ولازم يوقف وصولا لانه شوه الصورة او الامج تبع البيئة الشرمية تعليقك على باب الحارة نعم او مشاركتك فيه كنت يعني مستاهم فيه ورغم انه تعرض لانتقادات دعيت ولا ببيت هو في الواقع يعني استاذ بسام المل دعانا للعمل يعني انا والاستاذ عصد فضة واختنا الكريمي العزيزي سلاف فواخرجي نعم على اعتبار انه هناك تغييرات جرت بجزء اغماني اه بالجزء الثامن طبعا وينبغي ان نكون الى جانب بعضنا بعضا طالما احنا يعني بدأنا يعني نعمل هاي التغييرات وهذا شجعنا كذلك يعني على ان نساهم بالجزء الثامن نعم اما رأيي انا بباب الحارة ككل كنا نتحدث قبل الهواء هاي الفكرة العلاقة بتغييب فكرة الدولة من عقل المواطن من عقل المواطن فكرة رهيبة جدا هاي يعني كرسد بباب الحارة كرسد جدا بباب الحارة طبعا لانه يعني ما عاد في الناس يعني تتذكر انه اه في ملك او في رئيس جمهورية او وزير داخلية صار بس الزعيم هو الذي كذا والعقيد هو اللي والعضواتهم اللي بال اه هذا اه بمعزل عن الجانب الديني نعم اللي يعني اللي يدعو للعجب يعني في الواقع هاي الممارسات الدينية اللي مارسوها نعم عرفت كيف وبالتالي اه يعني تكريس هذا المسلسل يعني بيخلق حالي عند الناس اندمت انك شاركت فيه لا والله ابدا لا لا ازا دعوك هلا قبل الجزء 11 و 12 مفيش لا طبعا فيه كفه وكفه فيه بستوري وحكاية تانية اذا بقنا نحكي حكايات اخرى اه ممكن اما يعني ان نعود الى نفس الموضوع يعني واحد بدق الباب فبتفتح له انت تحت الباب وبيفوت بيلاقي اخته مثلا ما فيش منديل بالبيت فبيضربها واحد عنده اربع نسوه هاي الشام هاي الشام لا لا مستحيل يعني مش ممكن طبعا يعني الله يرحمه الاستاذ رفيق سبيعي قبل ان يموت بسنة او سنتين او ثلاثة كنا نتحدث باذا عد دمشق هنا يعني لم يقل ذلك يعني ما بدي اقول قراءاتنا ودراساتنا حدا والصور والوثائق والكذا ما هي موجودة بين ايدينا يعني دمشق لم تكن هكذا على الاطلاق يعني بالخمسينات وما قبل الخمسينات كان في عنا محاميات وكان في عنا يعني مهندس يعني في شيء ما بعرف يعني ليش كرسوا هاي المسألة انه فقط هيك اضافة لذلك انه باب الحارة باب الحارة والحارة اسمها يعني حارة الضبع حارة الضبع وتذكرك بالقيتوات اليهودية بالمانيا يعني كأنه هيك واللي بيجي غريب على هيك استنفروا وبدهن يعني انه يعني انت شو لا لا في شيء كان بباب الحارة الحقيقة مع احترامي لكل نعم 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 اه طبعا يعني نحن هو هيك كان باب الحارة والناس حبته وبتحبه والناس تحب العقيد لسه بيسألوني عنه بيرجع فلان لهلا لهلا بيسألوني هيك سينمائيا كان فيه لك مشاركة او عدة مشاركات فانية وتتبدد بال2016 الهوية 2007 بستان الموت 2001 الابطال يولدون مرتين بال77 قليل نسبيا مقارنة بسنوات تاريخك يعني عم نحكي سينمائيا قليل جدا نعم قليل في السينما قليل طبعا ليه شو السبب ما بعرف والله ما بعرف ليه ما لازم يعني يطلبوني مشان اروح اشتغل طبعا ما طلبوك يقول هاي طلبوني لهاي الافلام شو بدك يعني اكل مؤسسة السينما يعني البيضة وقشرتها متل ما قال راضي عن المؤسسة السينما واعماله وانتجاتها السنوات الماضية اه لا راضي عن بعض الاعمال التي انتجت بس مش راضي عن السياسي اللي تتبعها مؤسسة السينما ياللي بتعتمد على شو ما بعرف بتعتمد على انتقائية ماه ماكتل مريحة في شلالية نعم في شلالية يعني في حدا مدلل أكتر من حدا طبعا في حدا مدلل أكتر من حدا وأنت مصطبع مش أنا وغير كتير بس في ناس مدللين كتير بالمؤسسة أما في أفلام أنتجتها المؤسسة أنا باحترمها أرفع لها القبعة نعم جميلة جدا أما الباقي الإنتاجات بحب جود جود سعيد جود سعيد قمت بتجسيد شخصية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في حضرة الغياب بيحكي عن قصة الشعر الفلسطيني الراحل محمود درويش كان ضيف شرف حسب مساحة الشخصية اللي هي فقط كانت يمكن 15 مشهد كيف وفقت على هالقد يعني مشاهد كتير في التباس هلأ يلي هو أبعرف لما حضرتك عملت لقاء مع فراس صديقنا وحبيبنا وأخونا طبعا أنت حكيت عن هذا الموضوع بس ما جبت سير هذا السير لا أنا دعيت لهذا لهذا الدور أنا بالنسبة لي أنا فنان لا أتعامل أنا لست سياسيا ولكن لي موقف من السياسي وما يجري حولي من كل شيء نعم ولي موقف من منظمة التحرير ورئيس منظمة التحرير الله يرحمه الآن هو في ظهر الحق نعم أنا فنان وممثل دعيت لأن ألعب دور ياسر عرفات يمكن كان أستاذ نجدة اللي بدي يشتغل هذا المسلسل أوكل لفرا مين كان المخرج ما بعرف مين كان المخرج ولكن اللي بعرفه أنه كان المخرج اللي بدي يخرج الأستاذ نجدة أنزور وأنا دائما ألبي يعني طلب الأستاذ نجدة يعني خلع لأن بعرف أنه أولو تقدير بهذا الدور أو ذاك لزيناتي أو لغير زيناتي فأنا يعني مباشرة بلبي فلبيت وبعدين رحنا مشان تكون هاي المعلومة على الأقل حاضرة عند حضرتك والمستمعين أيضا أنا لم أتفق مع إدارة الإنتاج فقط على الأجر بس بس فقط ولم أصنع هذا الدور ما اشتغلته مين اشتغلو ما بعرف اشتغلو فنان أكيد يعني بس ما بعرف مين بالضبط ما عملت دور لا ما عملت دور ياسر عرفات ليه معبين ما صورته عم تتنكر شو اسمه الدور ولا عن جد ما عملته لا ولا ما عملته مليان في الإنترنت إنك عملت هذا الدور أستاذي هذا لأنه فرس أراد يعني إنه يعلنوا أنا سألته طبعا قبل ما أحكي مع مدير الإنتاج لما حكيت مع مدير الإنتاج لقيت وحطت أجر يعني ما بنحط لكم برس يعني بسراحة السبب أنك اختلفتوا على الأجر المادي وهذا السبب أنه أنتوا ما كفيتوا فيه صح؟ تمام أستاذي يعني عم نحكي مثلا عن مسلسل في حضرة الغياب لم تشارك فيه أبدا ولنضحط كل شيء مكتوب بالإنترنت إنك أبدا ما كان فيه لك مشاركة بها المسلسل والسبب هو أنه لم تتفقوا على أجر نعم صحيح كنت عدي بن حاتم بمسلسل حسن والحسين صحيح هولاكو بالظاهر ببرس تمام حليم بيك بعز الدين القصة طبعا أدي اليوم المشاهد العربي على وجه الخصوص والسوري يكترث لحقبة قديمة يعني بهموا اليوم المسلسلات الفانتازية أو التاريخية اليوم مطلوبة ولا وقفت لا هي توقفت طبعا لا وقفت لأنه مثل هالموجات اللي بتصير فصارت هاي الموجة خلينا نقول اكتشفوا جمهورنا العربي قبلنا كفنانين أنه احنا محتاجين هذا النوع من المسلسلات أو الفنون هاي ليست موجة عابرة وبتمر لما نعرض مسلسل هارون الرشيد اكتشفوا الناس كأنهم صلوا سنوات مش كأنهم سنوات ما شافوا مسلسل تاريخي فأقبلوا عليه بشكل غير طبيعي يعني عنا وبعالمنا العربي يعني وطبعا هو يعني لو بتسأل المشاهدين يعني ما عندهم هذا التفسير لهاي الظاهرة ظهرت يعني محبة مشاهدة المسلسل التاريخي طبعا لأنه نحن يعني بآخر المطاف لما انت بتقدم يعني مسلسل موديرن ودخلت إلى المطبخ يعني مشان تعمل قهوة ما هو يوميا بفوت بعمل قهوة مرتين وثلاثة بيومياته هاي بيومياته فهو لم يرى شيئا جديدا ولا يشاهد إبداعا في هذه الحركة أو تلك يعني وبالتالي الفن لازم يورجيك الشيء الآخر اللي انت ما شفته أو ما بتشوفه المسلسل التاريخي ما منشوفه ما منشوفه ما نشوفناه هارون الرشيد وبالتالي بنفتح عيونه على سعاتها مثل ما بيقوله مشان نشوف المسلسل التاريخي هاي أسباب كتير مهمة بالفن أنه انت يعني المألوف ما بيعود إله قيمة إذا كان ما غربته قليلا وبدأ غير مألوف هاي واحدة من مهمات الفن الكبيرة طبعا بدنا نفوت بالتنظير وإحنا ما بدنا اتفضل بالوقت اللي ظل يمكن عنا أنا أخرجت مسرحية إعدام عن نص للكاتب جريجوري جورين بيناكها سورية اللهجة ولهجة محكية إذا بنا نقول ومنظور جديد لقصة هيرو ستارات المهوس بالشهرة اللي أحرق المعباد يمكن وأنا حضرتها تاخد العقل شو السبب اليوم ظاهرة كترة نصوص أجنبية وأسقاطها على الواقع السوري هلا أنه ما عنا نص سوري لا هو إحنا يعني لم نسقطها يعني هذا المصطلح النقدي خلينا نقول الإسقاطات نحن لا نسقط الحقيقة على واقعنا السوري لا إحنا منحاول نقارب كلمة من هنا إشارة من هناك يعني لتقريب لتقريب العرض لجمهور يعني إحنا بهمنا المضمون اللي نحن عم نشتغل عليه أنا بشغل بالي يعني إضافة لكل الكلام اللي حكينا عن القضايا بشغل بالي قضية العدالة والحرية بكل عملي في المسرح بهذا المجال هاي إنشغالاتي كلها يعني وبالتالي أي عمل مهما قدمته لازم يكون منتمي لقضية العدالة والحرية حتى إبراهيم وصفية اللي هلأ عم نشتغل فيه أي بدح يبصر النور هذا العمل؟ سيبصر النور بـ 25 إن شاء الله 25 هذا الشهر الجاري هلأ جارية الكاستنج والأفوان البروفات البروفات نعم وصلنا لعام 2011 قدامت شخصية الروائي الفلسطيني أو الراوي الفلسطيني كمونودراما بأبو شنار صحيح؟ بـ 2011 عملتوها ورجعتو عدتوها السنة الماضية صح شو سبب إعادة هذي لأن كان فيه احتياج بحمص إنه بدهم إياه بدهم يشوفوا هذا العرض مدينة حمص مدينة يعني تتوق لكل ما تصنعه دمشق من عروض حقيقة يعني وبالتالي عرضنا بحمص وكان فيه مناسبة للتكريم من قبل سيد المحافظ في ذلك الوقت فقدمنا أبو شنار هي عبارة عن نصوص للأديب غستان كنفاني أو مستقات منها؟ لا 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 ولا من حدا أبدا مني أنا في البعض شبهها بشخصية أبو توفيق عن مسرحية الطيراوي آه لأنه هي تشبهها؟ لا مش بتشبهها كيف بتشبهها يعني لأنا باللهجة الفلسطينية وبالتالي لهجة واحدة فقالوا إنها تشبه لا هي بتتحدث عن زلمة بس شخص مشلول مشلول الحركة مشلول بالمونودراما لازم نعمل هذه الحركة والله هي كانت شوي فيها جرأة فيها جرأة وفيها صعوبة بالغة جدا شفت الملل أو تملل أو تفقل أنا بالنسبة لي لا طبعا أكيد لا لأنه درسناها بشكل جيد يعني كم يحتمل يعني قابلية التلقي قديشه بتحتمل إنه يعني يشاهدوا عرض كامل بدون حركة ممثل وخاصة يعني زناته قدسية المشهور بأنه يعني حركة على الخشبه كتير وهيك وليوني وما يعني كتير كان بيحضر العرض يعني بيحضرني بهاي اللحظات الدكتور رياض أسمت وجنبه الأستاذ أصعد فضل وهيشام كفارني جنبه فهيشام كان يستمع يعني للكلام بعد ربع ساعة بيقوله آآ أستاذ رياض الدكتور رياض للأستاذ أسعد إنه ما تحرك زيناتي العادي بيعبي الخشبه قال له ما أعرف ما أتحرك ومجوه بعد نصف ساعة قال له ما تحرك زيناتي شو القصة فأسعد شو بيقوله والله شايف لكنه ما رح يتحرك وكملوا العرض يكملوه طبعا طبعا بلنا سألتم طبعا بعدين يعني كيف يعلل الوضع كأنه أستاذ أسعد قلب كبير صدر والله تحياتي لأله دائما بس اتفاجأوا إنه مشلوله وقاعد عم تعمل طبعا طبعا بما أنه سيد المونودراما أو السيد من عمل المونودراما خليني أقول استغفر الله كان إلك هذه التجارب الكتيرة البعض بيتهم هذه الحالة إنه هي حالة الوحدة والعزلة بيعيشها الفنان أو هي بيشوفوها حالة نرجسية أنا بيستبعد أي مشاركة أنا بدي أعمل النص والكل شي يعني وين ما نشو لا يعني هاي أراء يعني الناس اللي هم أراءهم ولي هم ذائقاتهم يعني أنا بالنسبة لي ولم مدوح الله يرحمه أول الله ودعنا نشتغل بهذا الموضوع يعني لا كان في عنا عزلة ولا كان في عنا يعني جوع أنا للأدوار يعني كنت العمود الفقري في المسرح القومي في ذلك الوقت ويمكن حضرتك تذكر يعني طبعا 85 لما قدمنا باكورة أعمال اللي حال الدنيا كنت يعني ما بدي أقول كنت المركزي يعني في كل عروض القومي يعني شبعان عروض شخصيات يعني إحنا مثل ما تفضلت حرتك قبل شوي في الحوار إنه في شي بالمونو دراما بينقال ما بينقال بالعروض الكبيرة اللي فيها شخصيات أكتر وهي بالنسبة لأيلي أنا وممضوح لم تكن من باب الترف على الإطلاق لأن تعبنين حتى بالمسرح يعني بس بالمونو دراما بتقول شي ما بتقول الشخصيات الأخرى بالعروض الكبيرة بيحكوا مع بعضهم وبتحاوروا وبقيموا وبحطوا لكن جوا بالله شعور والبواطن هاي اللي بتكون مخباي ومسكوت عنها والواحد يعني هاي بتنقال بالمونو دراما بالمونو دراما وممضوحة بتعرف كان بيحب أنه يعني يفقأ هذا اللي بسموه اللاشعور مشان يطالع بالضبط وأنا استهواني الوضع وكملتوا بعض فكملنا بعض أما هي لا نرجسية ولا في وبعدين هو عرض مثل أي بس فقط الفارق بعدد الممثلين يعني كمان عملت غاندي اللي هي من نصك وإخراجك نعم عدت بعد سنوات طويلة غبت فيها عن الحالة المسرحية كان بوقتها مونو دراما حاولت توظيف الشكل الخارجي ليقارب شخصية غاندي عمل على اللوك إذا بدنا نقول كنت طالع بتشبه غاندي هو أنا كنت الحقيقة يعني شيء بالشيء يذكر أنا كنت جالس بكتب بحمص فدخلت زوجتي مثال على المطبخ ومرقت من أمام الطاولة هيد فوقفت انتبهت أنا بقولها ليه أنت وقفت خير في شيء بتقول لي لازم تعمل غاندي والله العظيم بصدق نعم بتقول لي قالت لي ما بعرف شفت غاندي قاعد بيكتب اعملت غاندي طبعا اعملت غاندي بعدين يعني بعد التأمل وتفكير وأنا كنت حريص على أنه ألتقط شيء في شخصية غاندي الحقيقة الناس يعني لم تنتبه إليه غاندي صحيح أنه هو يعني صاحب نظرية اللي عنف أكيد طبعا أكيد هاي اللي انشهر فيه أكتر شيء نعم صحيح لكن في مرحل من مراحل حياته خاصة لما صار فيه تأزم كبير يعني بين حزب المؤتمر الوطني أو مع الإنجليز المحتلين يعني قالوا له طب لا امتى هيك يعني نظن نوقف ويجو يضربونا بالعصي ويضخونا ويقتلونا بالرصاص هيك يعني هاي هيك المواجهة قال لهم ايه لبين ما يكنوا قالوا له طب ولم ما بيكونوا مصرين أنهم يموتون قال من العار أن لا نواجههم مواجهة بالسلاح مبدأ غاندي لا مبدأوا لا عنف لكن لما أيوة لما يضطر أيوة مثل ما بيقولوا يعني لما يدق الجنة بالجنة أيوة لا بدك لازم أنا التقطت هذا المفتاح وبنيت عليه يعني طبعا يعني هي هيك لأنه لازم نقاوم لازم نكون مقاومين بأي شكل من أشكال لابد إذا بدنا اليوم نكتب مسرحية واقعية سورية بامتياز شو العنوان اللي بتختاروا لهذه المرحلة والله يعني بختار عنوان إكليل النصر لأنه إحنا إحنا حققنا جزء كبير من الانتصار باقي شوي إن شاء الله بتنتهي عن الأمور وبيكتمل نصرنا على هذا العقرب على هذه الجراثيم اللي أجدت تجتاح بلدنا الحقيقة آه بسميه إكليل النصر بكل أحوال أنا كتبت إكليل النصر هلأ مكتوبة صارت جاهزة للعمل وبدأت تتمثل إن شاء الله إن شاء الله لما بتبناها أحد أستاذ يعني خلاص ممكن وقتنا بس بكلمة أخيرة بتحلم تتكرم وين اليوم أصدروا بتكريمك عندي تكريم بـ 23-11 وين بدار الأوبرا نعم وزارة الثقافي حلو سيدة الدكتورة اللي هو هنا نعم ومديرنا أخونا عماد نعم أخبروني تحلم تتكرم مطرح معين لا أبدا أخذ حقك اليوم لا لا يعني بحب أتكرم هيك يعني ببيتي ودعى دمشق هون بهذا المبنى يعني رحب فيك بيتك هذا أما بره ماذا سأستفيد يعني ومش مشكلة طبعا عشوب دندم اليوم بعد هذه المسيرة قاربت فيها يمكن خمسين سنة أنا بندم على عرضين شاركت فيهم يلي هنا لا بروري نحكي بي أعرف هشريتي بندم على عرضين اشتغلتهم مع مخرج واحد اسمه كانون التاني واحد قدمناه في مناسبة دمشق عاصمة للثقافة العربية ليه ليه اندمت عليهم اندمت لأنه اندمت لأنه لأنه ما عملت شي فيهم ما قدموا لك شي بتجربة ما قدموا لشي يعني وبعدين يعني المخرج ولم نذكر اسمه خلص ايه يعني هو الله يعني هيك يسامحه بنهاية حالتنا تقريبا شكرا لإلك استار شكرا لإلك دكتور بدي كلمة لسوريانة أو كلمة لبرنامج حوار في عرض كلمة لسوريانة أنا بقول يعني بحب سوريانة الحقيقة بحب برامج سوريانة معظمها يعني بحب انه ما يكتروا الأغاني حلوة توصل بحب انه ما يكتروا أغاني وده لابد يعني من هذا تخليها هيك أغاني ثقيلة على مستوى يعني نظل محافظين على الذاكرة أنا بشوف انه سوريانة لها مستقبل مهم جدا كمحطة حقيقة يعني القائمين عليها وبرامجها وخفة الدم اللي عند اخوتنا المذيعين والمذيعات أيضا ومقدمي البرامج وبس معها منيح لسوريانة وشو التاني؟ حوار في آي بي برنامجنا برنامج مهم جدا وفي برنامج آخر اللي هو يعني سكن الليل يمكن نعم نعم سكن الليل حتى يعني عم تابع منيح معناتها مستمعين العرب حتى يعني يعني بيعشقوا لهذا البرنامج كمان طبعا أنا أعتقد أنه برنامج حضرتك برضو سيأخذ يعني مدى أوسع إن شاء الله طبعا لأنه تنتقي بعناي وإحنا يعني جاهزين ونتشرف بلقاء نورتنا وشرفتنا الفنان القدير زيناتي قدسية نورتني شكرا أنا أشكركم جزيل الشكر دكتور شكرا جزيل الشكر مستمعين برجع بالتقي فيكن الحلقة القادمة تضلوا بالفخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة